اه سؤال اخر هل صحيح انه يستحب الصيام والعمرة في شهر رجب نرى بعض المتعهدين متعهد يعني يسمى حملة دار او كذا متعهد الحج والعمرة يكتب في اعلانه رحلة عمرة رجب هل لها تفضيل على العمرة باقي السنة بالنسبة للعمرة لا لا فرق في عمرة رجب عن باقي السنة اما المتعهد الذي يكتب عمرة رجب يعني هي مسألة تجارية اما مسألة تجارية لاعطاء قدسية لهذه الحملة ترغيبية للناس وان لا ليس لها اصل او ربما مسألة تنظيمية يعني هناك عمرة ربيع الاول هناك عمرة ربيع الاخر هناك عمرة جمادة الاولى كل شهر له عمرة وربما لاجل هذا الامر الرجل ما قل لك هو هاي افضل من غير يعني عموما ليس هناك ميزة لعمرة رجب الا بكونها من الاشهر الحرم نحن الان في شهر رجب اسأل الله تعالى ان يبارك لنا في رجب وشعبان وان يبلغنا رمضان امين رجب هو من الاشهر الحرم ويسمى رجب الفرد لانه منفرد على الاشهر الحرم الاشهر الحرم اربعة رجب منفرد لان الذي قبله جمادة الاخر والذي بعده شعبان ليست من الاشهر الحرم وهناك ثلاثة متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم اربعة المجموع فبصورة عامة الاعمال الصالحة ان كانت صلاة او صياما او ذكرا او قراءة قرآن او عمرة او عمرة نعم هي في الاشهر الحرم افضل في الاشهر الحرم افضل ليس لرجب تخصيصا انما لكونها من الاشهر الحرم نعم هي افضل من باقي الاشهر الاخرى افضل من باقي الاشهر غير الحرم هذه من ناحية ان كانت عمرة او كان صيام نأتي الى الصيام في رجب هل هو مستحب نعم على رأي الشافعية والحنفية والمالكية يستحب الصيام في رجب لكونه من الاشهر الحرم وايضا لانه رجب يعني مستحب الصيام في رجب الحنابل ماذا قالوا قالوا يعني لا يصام رجب كله يجب ان يفطر منه ولو يوما واحدا فاذا فعله فهو يستحب على المذاهب الاربع نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صم من الاشهر الحرم وافطر يعني لا انت صمها كلها صم وافطر فالصيام في رجب مستحب نعم مستحب على المذاهب الاربع نعم مستحب على المذاهب الاربع يعني الاكثار الاكثار من الصيام في رجب